نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاح لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاح لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله إحام أريد أن أدلك على شيء مهم ماذا أيها الأمير؟ هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كثيرا لا أفهم ماذا تريد مني أيها الأمير؟ نوح ظل يدعو الناس لسنوات وما اتبعه إلا القليل ليست العبرة في كثرة الناس بل بقوة الإيمان أعرض عليكم ملكا كبيرا الملك لصاحب الملك يا أميرنا ملك قد يتسع يمينا ويسارا ذهب وخيل ونساء بدون أن أدخل معك في نقاش هذا أمر مرفوض تماما أعتقد أن لدينا طرقا كثيرة لتدمير ما يفكر به نوح يعحام ولكنك لم تسأل نفسك سؤالا مهما وما هو هذا السؤال؟ لماذا لم تفكر في اتباع أبي نوح نبي الله؟ ماذا؟ أنا؟ نعم فإذا اتبعته اتبعه قومك من بعدك أنا أنا أتابع هذا الرجل لا 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 يمكن بل هو المستحيل يا حام إذن أسألك سؤالا آخر لماذا لا تتركه يدعو لتوحيد الله؟ لأنه يهدد بقوة مصالحنا وملكنا وإذا وعدتك أن دعوة أبي نوح لن تضرك لا أستطيع أن أتبع نوحا ولا أستطيع أيضا أن أتركه ينجح في إغواء الناس أنتم من تضللون الناس يا سراجي سترى بنفسك ما سنفعل بكم يا حام سترى من أنت وماذا تريدين؟ مولاتي هوزاء؟ مولاتي هوزاء توزع الطعام ليلا؟ لماذا تفعلين هذا؟ هل أنت من أتباع نوح؟ أنت أيضا يا هوزاء لقد اشتد البلاء على نوح وعلى آل نوح من هؤلاء العصاء فكيف له أن يخرج من كل هذا إلا بالصبر واليقين والثقة بالله سنقوم بحرق الأخشاب كلها حتى لا يستطيع نوح استكمال البناء ستكون ليلة تاريخية تلك التي سنحرق فيها كل هذه الأشجار وقتها سأشتري بيتا وأتاجر في كل شيء من مكافأة السامق وأنا سأشتري خيلا وستكون لي تجارة رابحة لقد تأخر علينا يا عسير هيا لنبحث عنهما هيا هيا بنا هيا اشتركوا في القناة لماذا تأخر ناكر وسمراء؟ لماذا تأخرت سمراء؟ لا أدري يا عسير يقولون إن هناك ذئبا يروع الناس في القرية هل عادت الذئاب مرة أخرى؟ نعم يبدو أنها عادت إنهما على موعد مع السرجي هل سيعطينا الرجال والأموال لنحارب نوحا وأتباعه؟ نعم ولكن الاتفاق كله مع ناكر وسمراء يا لها من حمقاء لماذا تأخرت إذن؟ تسأل دائما عن سمراء وتتجاهل ناكر؟ كنان نحن نعلم أنك معارض لنوح أبيك فماذا لو تعاونت معنا للقضاء على دعوة أبيك؟ أنا أعصي أبي وأخالفه ولكن كيف أتعاون معكم عليه؟ نحن أهدافنا مشتركة سوف نقوم جميعا بحرق كل أشجار القرية أنا لست طرفا في الدفاع عن أفكار أبي أنتم أحرار كنعان وأنت معنا ستكون في منعة ستكون صاحب جاه ومال وقوة أنا لا أكره هذا ولن أؤمن بإله أبي ولكني لن أتعاون معكم كما تشاء لكني أحذرك من الوقوف في حربنا مع نوح ضدنا أنا لا أدافع عن أبي أبدا فأنا على دين غير دينه بإذنك انظر هناك يا عسير إنها سمراء سمراء لقد قاتلها الذئد لقد ماتت سمراء ولكن أين ناكر هيا بنا نبحث عن ناكر فمن سيأتي معنا إلى السامق آكلها الذئب الحقير لا أثر لناكر ترى أين اختفى ماذا تقول يا عسير ماذا تقول هل قتل الذئب سمراء وناكر نعم يا مولاي عفرنا على جثتيهما وقد مزقتها الذئب لقد خسرنا سندا قويا في حربنا ضد نوح نعم يا مولاي لكننا سائرون على الدرب يا مولاي نعم يجب أن لا يكون موت سمراء وناكر هو نهاية المطاف سنقوم بحرق كل الأشجار أريد ليلة يحلف بها كل أهل الأرض نعم سنقوم بعمل أكبر حريق في التاريخ أثق فيكما فهيا هيا أنجز ما اتفقنا عليه ترجمة نانسي قنقر هل ماتت سمراء حقا؟ ومات ناكر؟ قتل الذئب سمراء لن أراح بعد الآن ماتت ومات ناكر كان إلى جواري وتعاون معي لإفشال ما يفعله نوح سمراء أختي قد ماتت يا والها قاصرة متى عدت من سفرك يا قاصرة؟ عدت لدفن سمراء ولأكمل الطريق معك أي طريق يا قاصرة؟ القضاء على نوح ورفاقه القضاء على هذه الدعوة هل أنت مستعدة لذلك؟ نعم وبكل قوة يريد أن يترك الناس عبادة الأصنام ليعبدوا إلهاً واحداً اتركي لي هذا الأمر سأقود بنفسي الحرب عليه وعلى أتباعي حبي للآلهة أكبر من حبي لأولادي وزوجي ماتت سمراء ماتت سمراء على دين الآباء يا والها ماتت وهي تسعى للحفاظ على عبادة الآلهة سأنصرف الآن أعرف ما تمرين به من ظروف صعبة فهي أختك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله تجمع مجموعة من الأشرار للقضاء على نوح عليه السلام ولكنهم لن يفلحوا لأنهم يتحدون نبياً مرسلاً ومؤيداً من رب العالمين ما الذي يحدث يا أخي؟ لا أدري لماذا يقومون بقطع الأشجار هكذا هذه الأشجار هي التي يصنع منها أبي السفينة معنى هذا أن السفينة سوف يتوقف بناؤها مستحيل أن يحدث هذا أبداً لا بد أن نتخذ موقفاً وبسرعة أي محاولة للدخول معهم سوف تؤدي إلى ضمار هيا فلنحاول أن نجمع أخشاباً أخرى من أي مكان هيا وإن كنت أظن أنهم سيقومون بحرق كل شيء كنان نحن نعلم أنك معارض لنوح أبيك فماذا لو تعاونت معنا للقضاء على دعوة أبيك؟ أنا أعصي أبي وأخالفه ولكن كيف أتعاون معكم عليه؟ نحن أهدافنا مشتركة سوف نقوم جميعاً بحرق كل أشجار القرية أنا لست طرفاً في الدفاع عن أفكار أبي أنتم أحرار كنعان وأنت معنا ستكون في منعة ستكون صاحب جاه ومال وقوة أنا لا أكره هذا ولن أؤمن بإله أبي ولكني لن أتعاون معكم كما تشاء لكني أحذرك من الوقوف في حربنا مع نوح ضدنا أنا لا أدافع عن أبي أبداً فأنا على دين غير دينه بإذنك ما هذه السفينة التي يقوم هذا الرجل ببنائها؟ أعتقد أنه مجنون سفينة في الصحراء؟ فوق الرمال؟ لا أدري كيف يترك كل ما عرضوه عليه من ثروات ونعم لكي يبني هذه السفينة لا أدري فيما يفكر هذا الرجل ومن العجيب أنه لا يستسلم أبداً ومن الأعجب أن يتبعه الناس ويصدقونه من هذا الرجل؟ من هذا الرجل العجيب الغريب؟ يا أخي اجمع كل هذه الأخشاب سوف أساعد أبي في بناء هذه السفينة بكل ما أوتيت من قوة هذا المكان بعيد عن المدينة ولا يمكن لهم أن يصلوا إليه ولكن كيف سننقل كل هذه الأخشاب؟ نجمعها أولاً ثم نفكر في طريقة نقلها وأين سنخزنها؟ من الممكن أن يتعاون معنا كنعان كنعان؟ كنعان عدو لأبيه ولنا كم أتمنى أن يعود كنعان إلى رجده؟ بل أتمنى أن تعود أمي إلى رجدها وتتبع دين أبي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلاً ونهاراً لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبياً من أنبياء الله ألا تعود إلى صوابك يا كنعان؟ ماذا تقصد يا أخي؟ أقصد أن تقف مع أبيك ضد أعدائه أنا ضد أبي بالفعل ولا بد أن يعود إلى صوابه أبوك على الحق؟ أي حق تقصد؟ أن نترك دين الآباء؟ تترك عبادة الأصنام لكي تعبد الله الواحد الأحد لا يسعني إلا أن أقدم العزاء في أختك سمراء وزوجها ناكر هذا ليس وقت العزاء أيها الأمير ماذا تقصدين يا قصرة؟ لابد أن نكمل رسالة سمراء تقصدين نوحاً؟ نعم أريد القضاء على نوح سنكون معاً ضد هذا الرجل الكاذب سنحاربه بكل قوة وما هي أفكاركم للقضاء على نوح ورفاقه؟ لقد وضعنا خططنا مع سمراء وناكر لكنهما ماتاً وأنا أصبحت مكانهما أيها الأمير إذن بعد الانتهاء من دفنهما لنا حديث ماذا لو طالبني الأمير الصراجي أن أنقل له أخبار الأميرة هوزاء؟ أنا في حيرة من أمري فأنا أحب أميرتي هوزاء وأنا على قناعة بما تقوله عن نوح النبي أشعر أن هذا هو الحق المبين فماذا لو طلب مني مولاي أن أتجسس على هوزاء؟ لا لا أنا لن أفعل هذا لن أفعل هذا ما أنا فيه لا أعتقد أن أحداً في الكون فيه أبي هو عدوي وأمي هي عدو لأبي وإخوتي أعداء لي ماذا أفعل في هذا الصراع؟ أبي يغير دين الآباء وإخوتي معه آه نحن أسرة منقسمة ممزقة والسبب في كل هذا هو ذلك الدين الجديد الذي فرق بين الأب والابن والأم وأولادها لابد لهذا من نهاية قريبة لابد يا شائك أريدك أن تقوم بمهمة سمعاً وطاعةً يا مولاي أريدك أن تخطف أحفاد نوح أخطف أحفاد نوح؟ نعم حتى يعود إلى صوابه ويترك هذه الدعوة وهذا الدين الجديد ولكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك يا مولاي أنا أمرك وإلا قتلتك تقتلني؟ أجل ألست سيدك؟ سمعاً وطاعةً يا مولاي اللهم انصر نبيك نوحاً على أعدائه فهو نبيك فلا تخذله يا إلهي إلهك؟ من إلهك يا ولدي؟ هل جننت أنت أيضاً يا مهدي؟ بل عدت إلى صواب يا أمه وعرفت الحق واتبعته الحق؟ أي حق هذا الذي يجعلك تترك دين الآباء؟ الآباء كانوا على ضلال يا أمي ونوح هذا على الحق يا مهدي؟ نعم يا أمي نعم نوح هذا نبي الله نبي الله؟ وإلى ما يدعو نبي الله؟ إلى ترك عبادة الأصنام وماذا أيضاً؟ وإفراد الله الواحد بالعبادة أيدعو لعبادة إله واحد وترك عبادة الكثير من الآلهة؟ فأين هو هذا الإله الواحد؟ أين هو؟ ربي فوق العرش على السماء إذن سأعبد إلهاً لا أعرفه ولا أراه ولكنه يراك يا أمي أنت أيضاً جننت يا ولدي مصيبة مصيبة ووقعت على رؤوسنا في هذه الأرض بل هي نعمة من رب العالمين كم أنا حزينة لبعدي عنك يا صمراء يا حبيبتي تماساك يا قصرة سنقوم باستكمال ما بدأته سمراء وزوجها ناكر سمراء كانت تؤدي رسالة عظيمة هي وناكر سنخود معاً هذه الحرب ضد نوح وأتباعه أنا سوف أكمل ما بدأته أختي وسأحارب نوحاً وأتباعه كلنا معك يا قصرة من الذي يقود المدينة الآن يا ظلوم؟ الأمير السرجي والأمير السامق سأذهب إليهما سأكون معك يا قصرة لا سأذهب وحدي كما تحبين ماتت سمراء ومات ناكر قبل أن يشاهد انتصارنا على نوح نوح الذي يريد أن يصرفنا عن عبادة الآلهة سنحرق كل شيء من أجل أن ينهزم نوح سنحرق كل شيء كل شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين ماذا يريد هؤلاء من رجل يقول ربي الله ماذا يريد هؤلاء من نبي يدعو إلى التوحيد ليخرجهم من الظلمات إلى النور لك الله يا نوح أنت ومن اتبعك من المؤمنين لقد زادت الحرب على نبي الله نوح يا صل علينا أن نحترس لهذا يا طغورة كيف؟ علينا أن نأخذ حذرنا من والهة وقاصرة نعم فهما أساس كل شر يحدث أرى في عيوني زوجي الحزن والألم الشديد كذلك زوجي ينهار ثم يتماسك خوفا على نبي الله نوح ما الذي يمكن أن يفعله ابن يرى الكل متربصا بأبيه ليس لدى المستضعفين سوى الدعاء تخطف أحفاد نبي الله يا شائك؟ سأخطفهم يا مهدي كيف تجرؤ؟ سأخطفهم يا مهدي لم أكن أعرف أن بقلبك كل هذا الشر لابد أن أفعل ذلك هل هددك بالقتل؟ في يوم من الأيام سرقت قصر السامق وسأعيد له ثروته كاملة تعيد له ثروته؟ وتخطف أحفاد نوح؟ أنا لا أهاب الموت إذن لماذا ستقوم بهذا الفعل المجرم؟ مرغم على ذلك ولكن الله قد من عليك بالتوبة والإيمان دعني أنفذ هذه المهمة وأحذرك أن ينطق لسانك بشيء لهذه الدرجة أن تشرير؟ كيف ستفعل هذا يا شائك؟ كيف؟ ليس لدي أي حل آخر ولكنك آمنت يا شائك أسلمت أنا مرغم على هذا الأمر لا تفعل ذلك يا شائك ولنغادر هذه القرية لا 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 يمكن أن أغادر هذه القرية في هذه الظروف لماذا يا شائك؟ لابد أن أتمم هذا الأمر أنا بالذات أنت بالذات؟ نعم، هذا العمل لا يمكن أن يقوم به غيري لا أفهم ما يحدث لا أفهم يا شائك طهورة دعيني أتمم مهمتي سبحانك يا رب يا مقلب القلوب كيف وأنت من تبت يا شائك؟ يا شائك؟ مرغم على سماعات مرغم على احمان هناك مرغم على سماعات اشتركوا في القناة يا قوت يا كوش اين الاولاد لقد خطفوا احفاد نوع لماذا يخطفونه وما ذنب هؤلاء الاطفال اسبري اسبري يا صل اثق اننا سنعصر عليهم يا لها من مصيبة كبرى يا لها من كارثة يا قوت يا كوش اين انتم يا احفاد نوع اين انتم يا اولاد غفر الله لك يا شائك كسرت قلوب هؤلاء الامهات يا قوت يا قوت اين انتم يا احفاد نوع اين انتم يا جامر يا جامر يا جامر اين انتم اين انتم يا احفاد نوع سيأتي يوم تشكرون فيه شائك انه هو الذي اختطفكم ماذا بك يا قطر رك هدئا ساكنا لا تظهر كثيرا في الحديقة الخير في ولدي يا مولاي مهدي يفعل ما هو ضروري نعم انه ولد طيب هو خادم لك يا مولاي سأعطيه بعضا من ملابس خدمي القديمة ولكنها جديدة خيرك علينا يا مولاي هل تأمرني بشيء نعم اريد ولدك في مهمة سمعا وطاعة يا مولاي سأرسله لك اليوم لا ارسله لي غدا باذن الله ماذا ماذا تقول يا قطر لم اقل شيئا يا مولاي لم اقل اي شيء ربما صوت من الخارج هيا 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 انصرف سمعا وطاعة يا مولاي يا قط يا قوس اين انتم يا ابنائي اين انتم اسبري اسبري يا صنع سنعثر عليهم باذن الله اسبري لقد ضاع الابناء يا طاغورة ضاعوا ضاعوا وما يدريكي لعل الله يحدث بعد ذلك امره يا كوش يا قوت يا ابنائي لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ردهم الينا ردا جميلا يا رب كيف ستكون الحياة بدونهم كيف كيف اسبري سيعود الابناء كل ثقة بالله تعالى لم يخب ظني فيك يا شائك انا اعرف جيدا قدراتك الاجرامية لقد اتممت المهمة يا مولاي الامير واين الاطفال ادخلتهم في حجرة قاع القصر يا مولاي اغلق الحجرة جيدا يا شائك هل تطلب مني مهمة اخرى يا مولاي السامق اجهل هناك مهام كثيرة وهناك الكثير من الذهب الذي ينتظرك وانا رهن اشارتك اعلم ذلك جيدا يا شائك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا يريد هذا الأمير من ولديه؟ هل علم بحقيقة إيمانه بنوح وبدعوته؟ ترى هل يدبر أمراً لولدي مهدي؟ ماذا أفعل يا إلهي؟ حزبنا الله ودعم الوكيل ترجمة نانسي قنقر لماذا فعلت هذا يا شائك؟ وكيف سورت لك نفسك أن تفعل ما فعلت؟ آه يا ربي من سينقذ هؤلاء الأطفال؟ من يد السامق المجرم؟ ترجمة نانسي قنقر ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين من شيم الأنبياء خاصة أولي العزم الصبر وقوة التحمل وها هو نوح يفعل هذا بكل حب وصبر على ما يفعله هؤلاء العصاة وسيظل هكذا حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة يا ويلي الحمد لله الحمد لله لقد عاد الأولاد لقد عاد الأولاد شكرا لك يا رب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لقد أرسل الأمير في طلبك غدا يا مهدي في طلبي أنا؟ نعم يا ولدي إنه يريدك في أي أمر يريدني يا والدي؟ لا أعرف فيما يفكر هذا الرجل أعلم فيما يفكر هذا الرجل الضال ماذا تقول يا ولدي؟ إن هذا الرجل عدو لدين الله ولنبي الله نوح وما معنى هذا يا مهدي؟ هذا معنى أنه يريد أن يتعاون معه الجميع للقضاء على نوح وماذا أنت فاعل يا ولدي؟ اللهم دبر أمورنا سمعا وطاعة يا مولاي الأمير أنت ولد مهذب يا مهدي وأنا أثق بك وهذه الثقة كثيرا ما تسعدني يا مولاي أنت تعرف ما تمر به القرية من فتنة أي فتنة تقصد يا مولاي؟ نوحا يا مهدي نوح نريدك أن تساعدنا أساعدكم في ماذا؟ في القضاء على نوح القضاء عليه؟ كيف؟ سنقوم بحرق كل أخشاب القرية ولماذا؟ حتى لا يقوم نوح ببناء السفينة وكيف يمكن لنا أن نفعل هذا؟ سنرى ما سنفعله يا مهدي سنرى اذهب الآن إلى أين أنت ذاهب يا حام؟ ذاهب إلى أبي يا أمي ماذا؟ بعد أن حاولوا خطف أبنائكم يا حام؟ نحن فداء لدين الله يا أمي أي فداء هذا الذي تتحدث عنه أنت وإخوتك؟ يا أمه لماذا لا تجربين مناقشة نوح في دينه؟ لا حديث لي مع هذا الزوج المجنون حتى يعود إلى دين الأباء ولكن الأصنام لا تمنع قدراً ولا تمنع ضرراً ولا تفيد بشراً ولكنه دين الآباء يا حام ولكننا مع أبينا يا أمه لن نتركه حتى يتم الله نوره أي إله تقصد يا حام؟ الله الواحد الأحد سينصرنا على أعداء نوح يقف نوح يبني السفينة وابنه يافث يحمل معه الأخشاب اللهم احفظ نبيك يا رب العالمين يا من بعثته بالحق كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن هيا هيا كي نتخلص من جميع الأشجار بسرعة نعم لقد استطاع نوح أن يبني جزءاً كبيراً من سفينته ولابد من إيقافه ماذا لو انتصر نوح علينا ونشر دينه الجديد سيلحق بنا العار من كل اتجاه ها؟ أنا ظلوم يا قاسرة ماذا تريد في هذا الوقت المتأخر؟ أريد أن أعرف ما الذي تخططين له كي نقضي على نوح هذا الكلام سأقوله لكبار القوم وأنا ألست في عينيك كبيراً؟ ما أنت إلا خادم فهيا انصرف هيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا هذه هي الحقيقة شائك هو من فعل هذا شائك هو من فعل كل هذا نعم هو من قام بتهريب الأطفال من قصر السامق بعد أن اختطفهم من السوق أعطى المفاتيح للسامق ولكنه لم يغلق الباب على الأطفال رفضت أن تتحدث معك بل وتردتني من بيتها هل تحدثت معها في زواجكما؟ لم أتحدث معها في أي شيء لم تعطني أي فرصة للكلام كان عليك أن تختبر مشاعرها تجاهك لن أختبر أي شيء سأسعى لأكون فريا حتى تأتي خاضعة ذليلة تحت أقدام هنا نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح وأين هو الآن؟ السامق يحتجزه للتحقيق ولكنه لن يصل إلى شيء مع شائك أرجو أن يخرج من هذه الأزمة شائك تاب وأناب لقد ظلمناه أنا وطاغورة التي تركت البلاد بعدما فعل شائك ذلك علينا أن نرجعها في أسرع وقت كلنا جنود الله مع أبي نوح الحرب قد بدأت ولكن من الذي شاركه في تهريب الأطفال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين لا تندهش إذا رأيت أهل الباطل يدبرون كل ما هو سيء ليخرجوا بنجاحات لهم وهزائم لغيرهم إن ما يواجهه نوح وأهله هو أمر متوقع من هؤلاء الحاقدين على نوح وأباعه هذا ما حدث يا تغورة وأنا من اقتحمت قصر السامق مع شائك وأخرجنا الأطفال كم أنا سعيدة يا أجينة زوجي بريء نعم بريء من تهمة خطف الأطفال فقد حافظ عليهم فلماذا فعل ذلك إذن؟ خاف أن يخطفهم غيره فيؤذيهم الآن فهمت ولهذا قام بالمهمة بنفسه وأنا شاركته هذا الأمر ومتى عدت إلى القرية يا أجينة؟ هذه حكاية طويلة يا تغورة وعلينا الآن أن نستعد نستعد؟ لأي شيء نستعد؟ نستعد للوقوف مع نبي الله نوح نبي الله نوح؟ هل دخلت في دين نوح يا أجينة؟ من أول لحظة حدثني فيها شائك عن نبي الله كم أنا سعيدة بهذا الخبر العظيم الهدى هدى الله لقد زاد أمر نوح عن حده يا والها فماذا نحن فاعلون؟ سنفعل أي شيء لإقاف نوح وأدباعه لم أكن أتصور أن هذا الدين سوف يدخل بيتي بيتي أنا يا والها يا قويسة نحن في خطر عظيم وعلى الجميع التكاتف من أجل دين الأباء أنا لا أتردد في هذا ومستعدة لعمل أي شيء مهما كان للوقوف أمام نوح ودعوته لدينا الكثير لنفعله وما هو يا والها؟ ما هو؟ أعلم أنك تحسنين التفكير انتظري يا قويسة سنقوم بعمل كبير دين آبائه أغلى علي من نفسه بل ومن ولدي وزوجه إذن فانتظري سأنتظر سأنتظر يا والها مرحل حيم أعلمت أنهم سيقومون بحرق كل أشجار القرية؟ علمت بهذا، يفعلون هذا حتى لا يتوفر لدينا أخشاب كافية لبناء السفينة وماذا نحن فعلون إذا حدث هذا؟ لا أعلم، ولكنها كارثة بكل المقاييس نعم، علينا أن نأخذ من هذه الأخشاب التي جمعناها لبناء السفينة فعلنا هذا، وكادت أن تنفد وما هو الحل إذن؟ لا أعلم، المخرج عند رب العالمين هل من الممكن أن تظهر الأميرة هوزاء لأراها؟ آه، ما بال حبها يخترق قلبي ولكن كيف يمكن أن أصل إليها؟ فهي ابنة الأمير وأنا والدي عدو للأمير وعلى دين غير دينه لماذا عدت يا أجينة؟ ولماذا عدت أنت يا قاصرة؟ عدت لأنقذ دين الآباء، مما يفعله نوح ورفاقه وأنا عدت لأنصر نوحا وأتباعه، وأنصر دين الله دين الله، ماذا تقولين يا أجينة؟ نعم يا قاصرة، أنت تعلمين جيداً أن الأصنام لا تنفع ولا تضر أفهم من هذا أن صدقتي ليس لها عليك أي حق؟ أي حق هذا؟ وأنتم تحاربون رجلاً أن يقول ربي الله أي حرب تقصدين؟ إنني أنقذ دين الآباء أي دين هذا يا قاصرة؟ إنكم على ضلال ماذا تقولين يا أجينة؟ إنها الحقيقة التي لا ترونها، فقد عميت عيونكم عن الحق سننتصر عليكم، فأنتم ضعفاء هذا ما تعتقدينه أنت ومن معك سنقوم بحرق القرية كلها ليس غريباً أن تقوموا بهذا، فأنتم مجرمون نحن ندافع عن دين آبائنا ندافع عن ديننا أنتم تدافعون عن مصالحكم فقط سننتصر عليكم سننتصر عليكم يا أجينة أنتم ضعفاء ضعفاء آه، كنت أن أموت بعد أن خطفوا الأولاد يا طاغورة بل كنت أنا أن أموت يا صلب لا بد أن نستعد لهم جيداً، لا بد هم يملكون كل شيء يا طاغورة، كل شيء، الله معنا زوجي سام، دائم التفكير في حال أبيه وأمه آه، لم أرى من قبل في حياتي زوجة تفعل هذا بزوجها ولها لا تفكر إلا في نفسها فقط وأين ذهب حبها لزوجها؟ إنها لا تحب نوحاً وتحارب دعوتها سبحان الله لقد من الله عليها بأن يكون زوجها نبياً لتدخل معه الجنة ولكنها تأبى الهدى نعم يهدي الله من يشاء يا طاغورة أيها الأصدقاء، سنبدأ في التحرك مولاي السامق، ماذا سنفعل؟ أريد أن أعرف مهمتي بالضبط غداً سنجتمع كلنا في قصر السراجي لنبدأ في وضع الخطة سنحرق كل أسجار القرية لقد جهزنا كل شيء يا مولاي ولكن لي سؤال مهم ما هو؟ وأين سنكون نحن أثناء الحريق؟ سؤال عبقري سنكون في مكان آخر لمدة يومين ومن سيكون معكم؟ كل من شارك معنا في حرق أشجار القرية وهل سأكون أنا إلى جوارك يا مولاي؟ طبعاً، طبعاً يا ظلوم، أنت وعسير ستكونان معنا، اطمئن، اطمئن وماذا عن الآخرين الذين سيكونون مع نوح؟ أنا لا يهمني أن أحافظ عليهم نساومهم على أرواحهم سنعرض عليهم الذهاب معنا أنا من سيقوم بالحرق أولاً لما في قلبي من غل وحقت؟ كلنا سيحرق القرية في لحظة واحدة سمعاً وطاعة يا مولاي مهدي نعم يا أمي أخاف عليك يا ولدي من أي شيء يا أمي؟ الأمير، يريد منك أن تساعدنا في حرق أشجار المدينة لن أفعل هذا أبداً وهو لن يتركك أبداً حتى تفعل هذا يا مهدي لن أفعل يا أمي، وعليك أن تدخلي في دين الله عليك أنت أن تخرج من هذا الدين، لابد أن تخرج منه يا ولدي أخرج، أخرج من النور، لأعود إلى الظلمات أخرج من الباطل، وعود إلى الحق الباطل؟ الباطل هو ما أنتم عليه من الشرك بالله لن أتحدث معك أكثر من هذا، ولكن نهايتكم قادمة ربما نهاية أعداء الله هي القادمة نعم يا مهدي، نهايتكم قادمة سيتم حرق المدينة خلال ساعات يا ولدي لن يأتوا لنا بقدر جديد، كل هذا مكتوب يا أمي آه، يا ويلتي، مصيبتي جاءت في ولدي الوحيد آه، ولدي الوحيد، ضاع بسببك يا نوح سأنتقم منك يا نوح، سأنتقم منك المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلاً ونهاراً لا يكل ولا يمل أبداً من دعوته قاصداً بذلك وجه الله الواحد الأحد لكن البلاء كان من داخل بيته أكثر من خارجه بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وهكذا حمي الوطيس وازدادت المعركة بين الحق والباطل وبدأ نوح في مواجهة هؤلاء الذين يرفضون الحق وأهله ولكن الله ناصره لأنه من أولي العزم من الرسل موسيقى عليكم أن تنصحوا أزواجكم بالبعد عن نوح يا صلب نحن مع أزواجنا حتى آخر لحظة في عمرنا ماذا تريدين يا والهة بعد أن اتهمت زوجك بالجنون؟ هو بالفعل رجل مجنون، ترك دين الأباء أرسله رب العالمين بالحق وأرشدنا إليه لن تعود يا صلب، لا تنصحي من أغلق الله قلبها لن أعود، بل أنتم من ستركعون أمامنا تنتظرون العفو لن يحدث هذا أبدا، وإن غدا لناظره قريب المشكلة الكبرى هي أن أعداءنا يملكون القوة والسلطان أرى أن مهدي وشائك سيكون لهما دور كبير في هذه الأزمة كيف؟ لديهم من الخبرات الكثير الذي يقدمون وهل سيتركهم الأشرار يفعلون ذلك؟ بالطبع لا لماذا؟ مهدي وشائك يتعرضان لضغوط من قبل الصراجي والسامق هذا ما كنت أخشى ماذا لو ضغطوا علينا أكثر؟ سيدبر الله الأمر، فتوكل على الحي الذي لا يموت يوحى، أنت أقرب إنسانة لابنة هوزاء نعم يا مولاي، حق ما تقول هل في قلب هوزاء؟ حب لأحد يا يوحى مولاي، القلوب غيب فماذا لو تقدم أمير للزواج بها؟ هل ستوافق؟ لا أعرف يا مولاي إذن قولي لها أن أباك يريدك سمعا وطاعة يا مولاي مولاتي، مولاي الصراجي يريدك ماذا يريد أبي يا يوحى؟ مولاتي، سأصارحك أفصحي، ما الأمر؟ تقدم أمير للزواج بك لقد فاتحني أبي في هذا الأمر من قبل أتعرفين من هذا الأمير؟ لا أعرف، ولكن هذا ما قاله مولاي حسنا، إني ذاهبة إليه الأمير السامق يريدك للزواج يا هوزاء لن أتزوج هذا السامق يا أبي، لن أتزوجه وما هو السبب؟ إني أكرهه ولكنه أمير ذو مال وجاه وسلطان ونحن لسنا بحاجة للمال أو السلطان وماذا تريدين إذن؟ يا والدي، هل أنت من تجبر ابنتك على الزواج برجل لا تريده؟ لا، لست أنا، ولكن أبي، قلت لك لا أريده، لا أريده إذن فمن تريدين؟ أريدك ألا تفاتحني في هذا الأمر نعم، ولكن أعلمك أنك لن تتزوجي إلا أمير يا قطار، لماذا لا تشريكنا الحرب على نوح؟ لقد قلت إني رجل عجوز، فكيف أحارب إذن؟ لابد أن نقف جميعا ضد هذا الرجل قف كما شئت يا عسير، أما أنا فسأكتفي بالمشاهدة لابد أن نتكاتف جميعا يا قطار إني لا أقوى على الحرب يا عسير سنقوم بعمل سيذكره التاريخ يا قطار إني لا أثق في ما تقول ماذا تقول؟ هل نحن على الباطل؟ هل تريد مني شيئا يا ولدي؟ لا يا قطار ربما أموت قبل أن تحرق المدينة لا تموت قبل هذا اليوم، فإنه يوم النهاية لا أملك روحي، فربما فاضت الآن بل ستعيش، ستعيش لترى ما سنفعله ها 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 ه إن الحرب قد اشتعلت يا مهدي على نبي الله نوح الصراجي يريد مني أن أتعاون معهم لحرق كل أخشاب المدينة وماذا أنت فاعل؟ ليس لدينا أي حل غير الخروج من القرية والبحث عن الأخشاب في مكان آخر وأين سنجد أخشابا؟ أعرف أكثر من مكان به أشجار يا طاغورة هل سنسافر لكي نأتي بالأخشاب؟ نعم، لابد أن نسافر لمكان آخر وهل عرضت هذا على مهدي وشائك؟ لقد فعلت أشعر بقلق كبير خلال ساعات سيقومون بحرق كل أخشاب المدينة أخشى على هوزاء إنها هناك في القصر لا تقلق سيخرجون من القرية ليلة الحريق ويتركوها للفقراء سأكون بين نارين نار حرق المدينة ونار فراق هوزاء مهدي ربما نخطفها منهم؟ نخطفها؟ وكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ دع عنك هذه الأمور دع لي هذا الأمر دعني أحمل عنك هذا لا عليكي ماذا لو أتم الله نعمته علينا ببناء السفينة؟ سيحدث إن شاء الله آه وماذا لو أقلعت السفينة من هذه القرية؟ كلنا يحلم بهذا اليوم فصبر جميل يا لك من أميرة لا ينقصك سوى قصر كهذا ويا له من قصر يحتاج إلى ملكة مثلي أيها الأمير إذن أخبريني ماذا لديك من خطط للقضاء على نوح؟ كل ما أستطيع فعله سأفعله من أجل القضاء عليه عظيم عظيم هذا عظيم أريد أن أتخلص منه سنتخلص منه للأبد أيها الأمير لابد أن نحافظ على ملكنا وعلى دين الأباء فكر في مصالحنا ماذا تقصدين يا قصرة؟ مولاي هل لك أن تتزوج من قاصرة الجميلة؟ ليس لدي أن يمانع إذا كنت سببا في القضاء على نوح الأمر يسير يا مولاي فانتظر لا أطيق الانتظار لا أطيق أريد الخلاص من نوح وسفينته زل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين من شيم الأنبياء خاصة أولي العزم الصبر وقوة التحمل وها هو نوح يفعل هذا بكل حب وصبر على ما يفعله هؤلاء العصاة وسيظل هكذا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا في هذه الليلة يا ظلم سنجتمع كلنا لنحرق القرية بكل أشجارها ونحن مستعدون لهذا يا مولاي الأمير بعد هذا سأتمم عرسي وأتزوج هوزاء ابنة السرجي سيكون فرحنا كبيرا يا مولاي الأمير ليس هناك من فرح أكبر من الحفاظ على آلهتنا نعم يا مولاي الأمير سنحافظ على مجد الآباء بكل قوة وهل تجهز الجميع لهذا الحدث العظيم الكل على قلب رجل واحد أيها الأمير وإذن على بركة الآلهة انطلق يا ظلوم هيا تجهزي يا هوزاء لأي شيء يا والدي سوف نخرج اليوم من القرية نخرج من قريتنا؟ الليلة سيتم حرق كل أشجار القرية لماذا يا أبي؟ حتى نتخلص من سفينة نوح حتى نحافظ على ملكنا الملك لله الواحد الأحد ماذا؟ ماذا تقولين يا هوزاء؟ أنا على دين نوح وهو الحق يا أبي عليك أن تعود حالا عن هذا الذي نطق به لسانك أيتها المجنونة ديننا هو الحق المبين ودينكم هو الباطل ديننا الباطل ودين نوح هو الحق؟ أجل لماذا تحاربون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى نظل نحن السادة وهم العبيد لن أذهب معك لن أذهب ستذهبين معي شئتي أم أبيتي يا هوزاء؟ ستذهبين دعني اتركني لن أتركك أتفهمين؟ لن أتركك أبدا أبدا هذا ما حدث يا مهدي فماذا أنت فاعل؟ وأين هوزاء الآن؟ أين هي؟ لا أعلم ذهبوا جميعا وتركوني تركك تموتين مع الفقراء هذا الصراجي الآثم تركني مولاي وحدي هل لديك أي حل قبل فوات الأوان؟ أي حل؟ وأنا لا أعرف مكانها ولا أي شيء عنها طلبت مني أن أبلغك ألا تضحي بنفسك من أجلها وكيف أتركها لأبيها الضال؟ كيف؟ ولكن القرية كلها الليلة ستحترق عليك أن تدبر أمرك مع أدباع نوح؟ نعم سأدبر أمري سيحركون القرية الليلة لابد أن نحمي السفينة بأرواحنا أخشى على الأطفال والنساء من الهلاك لابد أن نخرجهم حتى تخمد النار علينا إذن أن نبدأ من الآن هيا يا حام لقد جهزنا كل شيء من أجل هذه المهمة هيا يا عسير كاد النهار أن يرحل وتغيب الشمس لا تغلق فقد جهزت رجالي نريد أن نقضي على نوح وأتباعه سوف نفعل بل سنفعل أكثر مما تتخيل أريد أن أعود إلى قريتنا بعد أن أحرق كل أخشاب القرية نوح لن ينتهي من بناء سفينته نوح سوف ينتصر في النهاية يا أبي سوف ينتصر الليلة هي نهاية نوح وأتباعه لابد من حماية الناس من أي ضرر نعم لا تقلق يا مهدي سوف نفعل كل شيء لنحمي أرواحهم لقد خبأت أمي وأبي في مكان آمن جزاك الله عنهما خيرا لابد لنا من حل بعد أن فقدنا كل أخشاب المدينة لا أعرف ما هو الحل يا مهدي لا أعرف هوزاء عروس المستقبل وزوجتي لن يحدث هذا أبدا مهما فعلت لا تقولي هذا يا هوزاء فهذا هو الأمير السامق وأنا لا أريد أمراء أنا أريد ديني فقط وهل نحن على غير دينك؟ انتظر قليلا يا سامق أنتم في ضلال وباطل ما أنتم فيه لا تقولي مثل هذه الكلمات يا هوزاء نوح النبي الله وأنا على دينه ماذا تقولين يا هوزاء؟ هل جون انت؟ بل عرفت الحق فاتبعته فاتبعته؟ الحق هو ديننا آلهتنا أليس كذلك؟ دين نوح التوحيد وإفراد الله بالعبادة لن يتحقق لك ما تريدين فقد احترقت كل أشجار المدينة نوح سينتصر في النهاية سينتصر هل جون انت يا هوزاء؟ لست مجنونة أيها الضال يا سرجي متى سنعود للقرية؟ خلال ساعات من الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احراقوا أيها الرجال احراقوا كل أخضر ويابس احراقوا أيها الرجال هيا اشهل النار في كل الأشجار هيا هيا لقد غطت النيران سماء المدينة لقد أدينا مهمتنا بكل نجاح ستنال مكافأة كبيرة لعسير لقد أحراقوا كل الأشجار يا حام علينا إذن أن نبحث عن مصدر آخر ليس لدينا أي مصدر آخر لا بد أن نبحث ونفكر لا أدري لا أدري ما الذي يدور في عقول هؤلاء الأشرار أهل الباطل مستعدون لحرق كل شيء بكل هذه السهولة وأكثر مما تتخيل يا مهدي ليس لدينا أي خيار آخر سوى البحث عن الخشب وما الحل لا أعرف لقد أحرقنا كل ما يمكن أن نحرقه من أشجار من أين إذن سيأتي نوح بالأخشاب لسفينته دبر أمورك فإن عرسك بعد أيام نعم نعم سيكون عرسا رائعا أيها الأمير الزواج ينسي البنات أشياء كثيرة في حياتهم لا تقلق فالسامق لديه القدرة على ذلك لا تقلق لا تقلق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا يا يوحى أين مهدي وأين أتباع نوح؟ هم بخير ولكن القرية احترقت أعرف ولكن أين مهدي؟ لا أعلم عنه شيئا حتى الآن كيف هذا؟ بعد الحريق الظلام حل على القرية ابحث عنه يا يوحى وأبلغيه أني بخير سمعا وطاعة يا مولاتي نعم سمعت مولاي السراجي يقول هذا الصامق سوف يتزوج من هوزاء بعد أيام؟ كيف؟ هذا ما سمعته بنفسي يا مهدي لابد أن يكون هناك حل سريع لقد أرسلتني مولاتي لأطمئن عليك وأعلم إن كنت في أمان أي أمان؟ أي أمان سوف أكون فيه إذا تزوجت هوزاء من الصامق؟ بإذنك يا مهدي إلى متى يظل أهل المال هم من يتحكمون في هذه الحياة؟ إلى متى؟ متى ننتصر يا نوح؟ يا نبي الله؟ متى ننتصر يا نبي الله؟ متى ننتصر؟ أيتها الآلهة انقذي بلادنا من هؤلاء العصاة أغيثين، أيتها الآلهة لقد حرقنا من أجلكم كل أخشاب القرية ونحن على أتم استعداد لحرق كل شيء للقضاء على دعوة نوح يا قصرة أنا لا أدخر أي جهد في إشاعة أن نوحا رجلا مجنونا أعرف كم أنت مخلصة يا والها ولكن أولادي يتبعون دين أبيهم ولكنك نعان معنا إنه هائم في حب هوزاء الأميرة يريد الزواج بها؟ ولن يحدث هذا طبعا يا قصرة هذا مستحيل لماذا يا والها؟ كيف؟ أنا أخطت للزواج بالأمير السراجي ماذا تقولين يا قصرة؟ بعد القضاء على نوح ودعوته سأتزوج الأمير يا لك من شريرة في هذا الوقت سأسهل لكنعان الزواج بهوزاء على أن يتعاون معنا اطمئني كنعان عدو لنوح ولدعوته إذن فلنجتمع على ذلك الهدف العظيم لا أستطيع أن أتحمل أن يتوقف نبي الله نوح عن بناء السفينة ولأي سبب لن يتوقف يا مهدي لن يتوقف هل لديك من حلول يا شائك؟ سنسافر جميعا إلى أقرب مكان نحمل منه الخشب وأين هذه الأماكن؟ أعرف أماكن فيها أشجار يا مهدي إذن فلنذهب إليها هوزاء اتبعت دعوة نوح كنا نلهو معا في حديقة قصر السراجي ونحن صغار سوف تتزوج من الصامق خلال أيام لن يحدث ماذا تقول يا شائك؟ هوزاء ستأتي معنا لنجلب الأخشاب يا مهدي سنقوم بخطف هوزاء من القصر قبل زواجها وهل أعددتم خطة لهذا؟ نعم سنذهب كلنا لنأتي بالأخشاب وسوف يكتمل بناء السفينة انتظر مني توقيت خطف هوزاء نوح لن يستطيع أن يبني السفينة يا مولاي سنرى ذلك في الفترة القادمة ماذا لو استبدلت السامق بك نعان كزوج لهوزاء؟ ماذا تقولين يا قصر ابنة الأمير تتزوج من ابن نوح الفقير في هذا ضربة قوية لنوح وأتباعه حيث أن ولده لم يتبعه فنال أجمل جائزة وما هي يا قصر هوزاء ابنة الأمير العظيم ولكني أعطيت السامق كلمتي السامق السامق لا يريد سوى مصلحته يا مولاي لا أتخيل ذلك أبدا هوزاء تتزوج هذا الفقير لا لا مستحيل فكر في الأمر ربما كان أفضل الحلول هذا ما قاله لمهدي يسافرون لقطع أخشاب من أماكن أخرى؟ نعم على أن ظل نحن هنا نحمي السفينة وماذا لو فشلوا في ذلك؟ أجينة تقول أنها تعرف أماكن كثيرة بها أخشاب وماذا عن زواج كنعان؟ القرية تتحدث عن ذلك لا أظن أنه سوف يحدث وماذا لو حدث؟ هو أمر لا يهمنا فيه سوى هوزاء لا أظن أن أباها سيوافق على هذا أبدا أريدكم أن تساعدوني في الخروج من هنا يا أجينة سنحاول بكل قوة يا هوزاء فاصبري لا أريد أن أتزوج بهذا الضال اطمئني اطمئني لن تتزوجي سوى إنسان مؤمن إني أخاف على مهدي من أبي ماذا؟ علمت أنه لم يشارك في حرق القرية إنه معنا وخلال أيام سنكون كلنا خارج المدينة وهل سأكون معكم يا أجينة؟ إن شاء الله هيا سأنصرف الآن لا تتركوني وحدي اطمئني يا هوزاء ماذا تقول يا سرجي؟ لمصلحتنا كلنا أن يتزوج كنعان من هوزاء وإن راح تهيبتي كرمتي إذا فعلت هذا سأدعم أنا نوحا ماذا تقول يا سامق؟ تدعم نوحا نعم أحضر له الأخشاب وأجعله يبني سفينته لهذه الدرجة أنت تحب هوزاء هل تريد لابن نوح الفقير أن ينتصر على السامق؟ لا هذا لن يكون هذا هذيان هذيان لم أتوقع أن أسمعه منك أبدا أنا أفعل أي شيء إذن هوزاء لك وأنت لها يا سامق ومتى يكون الزواج يا أمير؟ أعد للزواج عدته ونحن معك يا سامق خلال أيام يكون عرصنا ليس أمامنا أي اختيار غير أن نتبع ما اتفقنا عليه مع شائك ولكن هل رحلة الذهاب والعودة بالأخشاب آمنة؟ لا أعرف يا حام ولكن أجينا أكدت أنها تعلم كل صغيرة وكبيرة عن الطريق إذا عادوا بالأخشاب سنعود لمعركة جديدة مع السراجي والسامق لا سنجهز مخازن سرية لإخفاء الأخشاب ونخرج منها ما نشاء دون أن يظهر هذا لأعدائنا إنها مرحلة خطيرة سوف نمر بها أي عمل يغير وجه التاريخ لا بد فيه من تضحيات شائك لقد أعلنوا موعد العرص لا تهتم كثيرا يا مهدي ماذا تقول؟ هوزاء ستكون معنا في رحلتنا وكيف سيحدث ذلك؟ لا بد أن نضع خطة لخطف هوزاء إما من قصر السراجي أو أثناء العرص إنها فتاة مؤمنة على دين نبي الله نوح لن نتركها وحيدة لا تقلق ولكن اقتحام القصر أمر مستحيل يا شائك لدينا طرق كثيرة لذلك يا مهدي قلت لك لا تقلق الآن وقد أحرقنا المدينة كلها لم يعد أمامك يا نوح غير أن تستسلم لأمرنا وتعبد آلهتنا لقد انتهيت أنت وفزت أنا أيام قليلة وسوف يكون أولادي وزوجاتهم وأولادهم عبادا للآلهة هااااااااااااااااااااا على دونك موسيقى إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام وفي هذه الصراعات اقتربت من بناء سفينتك بحول الله وقوته لعل هؤلاء الذين يتحدون الحق أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان سنذهب كلنا في هذه الرحلة كي نعود بالأخشاب نتمنى لكم السلامة في الذهاب والإياب يا طهورة إذا حدث لنا أي شيء لا تتراجع يا يافث لا تتراجع أنت وإخوتك عن مساعدة نبي الله نوح لا يمكن أن أترك أبي لا يمكن الليلة عرص هوزاء ويا لها من ليلة صعبة عليها وعلى مهدي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرها هي آمنت وكان لابد أن تتزوج رجلا مؤمنا مثلها أظن هذه الزيجة لن تحدث وإن حدثت فلن تستمر ليس أمامنا سوى الوقوف خلف نبي الله نوح هذا هو الهدف العظيم يا طهورة نعم يا يافث نعم بيدك أن تتزوج بمن تحب يا مهدي ماذا تقصدين يا أمي؟ عد إلى عبادة الآلهة حتى تستطيع أن تنال عفوها أي آلهة هذه التي أرجو أن أنال عفوها يا أمي؟ إنها أصنام وأحجار هوزاء حبيبتك تضيع منك أليس كذلك؟ هوزاء حب عمرك يا ولدي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن من أين جئت بهذه الكلمات؟ لعل الله يهديك يا أمي وتؤمنين به اليوم زواج هوزاء بالسامق لا أملك غير الدعاء يا أمي يا ولدي السراجي لن ينسى لك أبدا أنك لم تشارك في حرق الأشجار أعرف أنه يبحث عني كي ينتقم مني فماذا أنت فاعل يا مهدي؟ لن أعود لدينكم وضلالكم أبدا وماذا ستفعل؟ وقد أغويت هوزاء بدين نوح إنها تعرف جيدا أن هذا هو دين الحق أنتم ضعفاء يا مهدي ضعفاء بل أنتم أضعف مما تتخيلون أنا أعمل كل شيء في هذه الحياة لمصلحتك يا هزاء فعودي عودي يا ابنتي عودي لدين الآباء بل عد أنت يا أبي إلى رجدك واتق الله أنا؟ أنا مشفق عليك يا ابنتي بل أنا في غاية الخوف عليك من عقاب الله يا أبي عقاب الله أنا أخاف عليك من لعنة الآلهة لن أتزوج بالسامق الضال هو موضوع قد انتهى ولا نقاش فيه إلى هذا الحد هنت عليك يا أبي ابتعد عن نوح ودينه وأنا أغير رأيي وأبعد عنك السامق لن أترك ديني ولن أتزوج بالسامق إذن سوف تتزوجينه رغم أنفك هذه ليلتي ليلة عرسي التي انتظرتها كثيرا وكنت أكتم حبي لسنوات عديدة الليلة ليلتك سامق طاب يومك أيها الأمير آه قطار العجوز ماذا تريد؟ هو طلب صعب آمل أن تنفذه لي ليس هناك شيء صعب قل ماذا تريد؟ أريد منك أن أن قول يا قطار تكلم أريد منك أن تترك أن تترك هزاء لمهدي ولدي أتركها لمن؟ أريد منك أن أن تترك هزاء يتزوجها مهدي ماذا تقول أيها العجوز المخرف؟ ولدي يحب هزاء وهم على دين نوح فاتركها له لقد كبرت في العمر ولا تدري بماذا تنطق أنا أب لولد وحيد أريده سعيدا في حياته فاتركها له أيها العجوز الشقي أخرج من هنا أخرج وإلا قتلتك أخرج آه أتذرب شيخا انحنى ظهره أيها الأمير آه 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 أفضل من أن أقتلك هيا لا تحزني يا مولاتي إنه قدرك أكره هذا الرجل ماذا نفعل يا مولاتي؟ نحن ضعفاء أمامهم أريد أن يعلم مهدي بهذا الأمر لقد علم يا مولاتي علم؟ وماذا قال يا يوحة؟ هو في غاية الحزن ولا يعرف كيف يتصرف هل كتب علينا أن نفترق يا مهدي؟ أصبري يا مولاتي لا أتصور أن الليلة عرسي أين أنت يا مهدي؟ أين أنت؟ علينا أن نستعد للنزول الأمير في انتظارنا هل حان وقت الفراق لا أملك أي شيء في هذه الحياة غير إيماني وتوحيدي لكن الله يا هوزاء لكن الله لقد أعدت أجينة وشائك كل شيء يا مهدي طغرة؟ ماذا تقولين؟ سيقومان بمهمة كبيرة أثناء العرس كيف؟ وما تفكروا وخططوا واتخذوا هذا القرار؟ تدخل قسر السراجي وتقوم بعمل حريق بسيط في الحديقة ولماذا أقوم بهذا الحريق؟ حتى ينشغل الناس عن العرس بالحريق ووقتها ينقض شائك وأوجين لخطف هوزاء أمامنا ساعة واحدة كي تنفذ هذه المهمة وسأكون معك ستكونين معي؟ كيف؟ لا تسأل عن أي شيء هيا ترجمة نانسي قنقر ألا تدري أني لا أطيق الحياة معك؟ سوف تعتدين الحياة معي فأنا أمير بن أمير؟ وأنا على دين نوح نبي الله وأنا أعبد الأصنام ولكني سأتزوجك شئت أم أبيتي؟ الموت عندي أفضل من الحياة معك ضع ولدي ضع ولدي أنت من فعلت هذا بولدنا يا قطار؟ اسمتي اسمتي أيتها الضالة ماذا لو اتبع مهدي السراجي ودخل في حاشيته؟ كان سيزوجه بهوزاء اللهم انصر نوحا على هؤلاء العصات المغرورين؟ أي نصر تتوقع يا قطار؟ اذهب اذهب وابحث عن ولدك المجروح المجروح حزنا على حبيبته ولدي ولدي معه رب العالمين سوف ينجيه من كل هذا رب العالمين كم أنت رجل سفيه سفيه مثل نوح ربما كنت أنت من تجهلين حقيقة الأمر نوح سينتصر لقد انتهى نوح للآبد يا مجنون اذهب اذهب وابحث عن ولدك حريق كبير في قصر مولاي الصراجي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا لقد اكتمل بناء السفينة اكتمل بعد سنوات من العذاب مع هؤلاء العصا فماذا أنت فاعل يا نوح بعد ذلك؟ ماذا فعلت يا نوح فينا بكل ما تقوله لنا من تخاريف وأساطير يا كنعان أما أنا لك أن تعود للحق وتؤمن بدعوة أبيك؟ أنا لا أؤمن إلا بآلهتي كانوا رجالا صالحين أقام الناس لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله هه أتريد أن تقول إن الآلهة كانت تعبد إله نوح هم ليسوا بآلهة يا أخي هم عباد صالحون ولكنكم قوم ضالون مضلون لا لن أرجع عن عبادة الآلهة ولسوف ترون الهزيمة قريبا إنك لا تهدي من أحببت هذا ابن نبي الله وما زال على ضلاله شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم اشتركوا في القناة واختطف ابنته في ليلة عرسها من؟ من هذا؟ شائك ومهدي يا سراجي ورفاقهما خطفوا عروسي سرقوا فرحتي وعين ذهبوا يا سامق؟ وعين كان حراسك وقتها؟ ماذا تقول يا سراجي؟ أين كان حراسك وقت أن خطف ابنتي؟ وعين كان حراسك؟ وقت أن حراقوا حديقتك وقصرك يبدو أن الحرب لم تنتهي بعد ليس لهم أي أثر في القرية ابحث عنهم في كل مكان ابحث عنهم في كل مكان على وجه الأرض أشعر أننا مقبلون على أيام عصيبة يا سراجي لا أعرف كيف أشكرك يا مهدي الفضل في هذا لشائك وطاغورة وأوجينا أكدت أفقد الأمل إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا أعرف بماذا يشعر أبي الآن ولكنني لم أجد حلا غير ذلك يا مهدي لعل هذا الأمر يجعله يعيد التفكير فيما يفعل لقد حرقوا كل شيء من أجل إفساد ما يفعله نوح والله متم نوره وماذا نحن فعلون يا مهدي لقد جئنا إلى هنا كي نجمع هذه الأخشاب نعم هنا أشجار كثيرة جدا كم أنا سعيدة سنجمعها ثم نعود بها لبناء السفينة من منكم يعرف أين ذهب مهدي بهوزاء؟ من يعرف منكم سوف أعطيه هذه الجوهرة الثمينة من يدلني على وجود هوزاء ومهدي سوف يكون من رجال الآمنين أين ولدك يا قويسة؟ لا تقل ولدي يا أمير لا تقل ولدي فأنا لا أعرف عنه شيئا ولا أريد أن أعرف أين ولدك يا قطار العجوز؟ أين عجوز القرية؟ هوزاء 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 أين أنت في الصحراء يا هوزاء؟ هوزاء أين أنت يا هوزاء؟ عودي إلي يا هوزاء؟ أين أنت في الصحراء يا هوزاء؟ يا هوزاء هوزاء أين أنت يا هوزاء؟ أين أنت يا ابنتي؟ هوزاء؟ أين أنت يا ه Enlightا؟ أين أنت؟ أين أنت että ووازير هوزاء 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 لماذا تبحث عن هوزاء يا كنعان؟ ماذا؟ أبحث عن هوزاء كي أعيدها إليك يا أمير هل تحب هوزاء يا كنعان؟ أريد أن أعيدها لعبادة الأهلها ثم أتزوجها من الذي اختطف ابنتي؟ من؟ لا أدري المهم أن تضع يدك في يدي لنعيد هوزاء يا أمير لكنك إذا ما تزوجت هوزاء كان هذا عار كبير أنا أحب هوزاء وأكره دين نوح وأتبع نفس دينك ابحث معنا لنعيدها من يد هؤلاء المفسدين ابحث معنا هيا يا مهدي هيا نريد أن ننهي مهمتنا قبل أن يعرف مكاننا هذا ما أخشاه يا شائك هذا ما أخشاه إذا عطروا علينا فلن يتركون أبدا وستعود هوزاء إلى السراجي والصامق وهذه مصيبة كبرى استريحي أيتها الأميرة ودعينا نحن نقوم بقطع الأشجار ولماذا لا أعمل معكم؟ لأنك أميرة ولم تتعود على مثل هذه الأشياء أنا أفعل أي شيء من أجل نبي الله نوح الحمد لله إننا على الحق نتبع دين نوح عليه السلام لا أدري لماذا لا يعود أبي إلى رجده ويسلم لله وجهه لأنه يخشى على ملكه وسلطانه وهل اتباع الحق يمنعه من الملك والسلطان؟ بالطبع لا ولكنه متمسك بغيه وضلاله اللهم اهدي قلب أبي القرية كلها تبحث عنكم يا مهدي القرية كلها ستنتقم منكم يا مهدي أين أنت يا ولدي؟ احذر يا ولدي أخشى عليك من غضب القرية كلها يا مهدي لقد تعبت أنت اليوم يا أوجين كل شيء يهون في سبيل الله أيتها الأميرة لست أميرة بل أختك في الله نعم أختي في الله وسنظل هكذا طوال العمر أخشى أن يعثروا علي فيعيدوني مرة أخرى لن تعودي ولو كان الثمن روحي ظل نوح وأبناءه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم أنتظر لحظة النصر على هؤلاء الأشرار ولكن نوحا أكثر صبرا يا يافث لم ييأس من روح الله أبدا بل ظل متماسكا طوال الوقت لا أدري متى يعود هؤلاء الضالون عن ضلالهم أهل الباطل مسرون دائما على عنادهم يعلمون الحق ومع ذلك يحبون مخالفته جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا اللهم انصرنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين شائك لقد أنجزنا شيئا عظيما نعم أنجزنا المهم أن ننتهي قبل أن يصلوا إلينا أتمنى وأضع الله أن يتم علينا نعمته يا شائك نعم لابد من استكمال بناء الصفينة يا هوزاء هوزاء يا ابنتي أين أنت يا ابنتي يا هوزاء؟ أبي لقد اقترب من هنا يا أجينة ماذا أفعل؟ لا تخافي إن الله يدافع عن الذين آمنوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين من شيم الأنبياء خاصة أولي العزم الصبر وقوة التحمل وها هو نوح يفعل هذا بكل حب وصبر على ما يفعله هؤلاء العصاة وسيظل هكذا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا هيا يا رجال هيا أسل النار في كل الأشجار هيا هيا لقد غطت النيران سماء المدينة لقد أدينا مهمتنا بكل نجاح ستنال مكافأة كبيرة لعسير سام علينا أن نحرس السفينة من أية مكيدة نعم يا أخي أخشى أن يصيبها سوءا من هؤلاء القوم إنهم قوم ظالمون اللهم اصرف عنا كيدهم يا رب العالمين انظر يا أخي من هذا الذي يريد حرق السفينة لا أعرف ولكن لابد من مواجهته هيا انصرف من هنا هيا لن أنصرف من هنا قبل أن أحرق هذه السفينة هيا انصرف من هنا حالا وإلا عقبتك أي عقاب تملكونه أيها الضعفاء هيا انصرف واطفئ هذه النار هيا لقد جئت لأقوم بعمل كبير يذكرني به قومي وما هو هذا العمل يا رجل أن أحرق السفينة لكي أقضي على نوح ورسالته للأبد روحي فداء لهذه السفينة من أنت؟ لا يشغلنك من أنا يا حام اتركني وإلا أحرقتك لن أتركك ولو كان الثمن روحي من؟ ظلوم؟ لماذا تريد أن تفعل هذا يا عدو الله؟ لني أحمي آلهتي مما تفعلون بل أنت تحمي نفسك أيها الشقي لابد أن يذكرني التاريخ للأبد ألم أقل لك إن هزيمة نوح قادمة؟ إن نصر الله آت يا قويسة لقد احترقت كل أخشاب المدينة ولن يكون للسفينة أي أثر كيف تجرؤين على معادات نبي الله؟ هل تصدقين أنه نبي؟ نعم إنه نبي مرسل برسالة التوحيد وأنا أقول لك إنه مجنون مجنون وأنا على يقين أنه رسول من عند الله لك ما شئتي ولكنكم لن ترثوا هذه الأرض الله سيرث الأرض ومن عليها يا قويسة يا لك من حمقاء حمقاء أردت أن أكون جديراً بقاصرة فحاولت أن أحرق السفينة كي أنال رضاها وأكون كبيراً في عينيها ولكنني فشلت نحن لا نعلم في أي شيء يفكر هؤلاء القوم أحلم باليوم الذي سنترك فيه هذه البلدة ثقي أن ما نحن فيه لن يستمر مهما طال الزمن إني أتعجب من موقف والها إن الهدى هدى الله نوح زوجها يا حام ووالد أبنائها ماذا نملك نحن لقلب أغلاقه الله بحكمته أصبت وماذا عن بناء السفينة ننتظر عودتهم بالأخشاب سريعاً أتظن أنهم سينجحون فيما يسعون إليه أتمنى ذلك من كل قلبي اللهم انصر نبيك نوحاً لقد هربت هوزاء مع علية القوم أظنهم لن يعودوا إلى هذه البلدة أبداً وربما عادوا مرة أخرى علينا أن نكون على أتم الاستعداد لهم حتى وإن عادوا حتى وإن دخلت هوزاء في دين نوح لقد انتهوا تماماً رجوع هوزاء مرة أخرى سيمكن كنعان من الزواج بها كيف هذا؟ لا أفهم ماذا تقصدين إذا فرضنا أن السامق فشل في إعادتها ثم ماذا؟ ونجح كنعان في هذا سيكون لكنعان مكانة كبيرة في القرية عند السراجي وتكون هذه الخطوة في غاية الأهمية نحو ضرب نوح نفسه على أساس أن ولده عاد هوزاء إلى عبادة الآلهة مرة أخرى إنني أخطط للقضاء على نوح بكل مكر وذكاء ترجمة نانسي قنقر وسأعطيكم كل ما أملك يا آلهة العظيمة أريد الزواج بقاصرة التي أحبها يا آلهتي صبوا غضبكم على نوح ومن معه أعينوني يا آلهتي إني أريد الزواج بها يا آلهتي لكم مني كل ما أملك فقط أعيد إلي ولدي مهدي إذا تزوجت قاصرة فسوف أخدمكم يوماً واحداً في الشهر ما هذا الكلام يا لك من عابد بخيل لماذا يا قويسة تعطي الآلهة يوماً وتعطي لقاصرة بقية الأيام وهل الآلهة في جمال قاصرة؟ تباً لك ولأمثالك يا ظلم يا آلهتي صبوا غضبكم على قويسة إنها أخشاب قليلة ولن تفيد كثيراً لا نملك إلا أن نحملها هذا ما استطعنا جلبه من أخشاب لابد أن نجلب المزيد منها نحن نفعل ما بوسعنا لإتمامي ذلك إن قومنا يحاربون نبي الله من أجل أصنام لا تنفع ولا تدر إنها غشاوة على أعينهم فلا تحزن عليهم ماذا لو آمن هؤلاء الناس؟ هم الذين اختاروا طريقة ضلال اللهم انصر نبي الله ما الذي جعل هؤلاء الناس يحملون الأخشاب بهذا الشكل؟ إنه الإيمان واليقين بأن ما يفعله هو الحق وأن نوحاً هو نبي الله أرسله بالهدى ولكن أكثر الناس لا يفقهون أين أنت يا ابنتي؟ يا هوزاء؟ ماذا لو رآني أبي الآن؟ ماذا سأفعل؟ ربما قتلني إنه لا يدرك ماذا يفعل به أو بنفسه وجاهد المؤمنون لبناء السفينة بكل الطرق من أجل الانتهاء من هذا العمل الشاق ظل نوح يبني السفينة واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم واقترب الوعد الحق واقتربت لحظة الحسم يا نبي الله فلا تعبأ بما يمقرون ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين ماذا يريد هؤلاء من رجل يقول ربي الله ماذا يريد هؤلاء من نبي يدعو إلى التوحيد ليخرجهم من الظلمات إلى النور لك الله يا نوح أنت ومن اتبعك من المؤمنين عليكم أن تنصحوا أزواجكم بالبعد عن نوح يا صلب نحن مع أزواجنا حتى آخر لحظة في عمرنا ماذا تريدين يا والهة بعد أن اتهمت زوجك بالجنون هو بالفعل رجل مجنون ترك دين الأباء أرسله رب العالمين بالحق وأرشدنا إليه لن تعود يا صلب لا تنصحي من أغلق الله قلبها لن أعود بل أنتم من ستركعون أمامنا تنتظرون العفو لن يحدث هذا أبدا وإن غدا لناظره قريب هيا هيا بنا يا سراجي لنبحث عنها مرة أخرى ابحث عنهم في كل مكان ابحث عنهم في كل مكان على وجه الأرض في كل مكان يا سراجي داعي السراجي وشأنه أنا من سيبحث عنها فلقد وعدني أبوها السراجي هذا بالزواج بها إذا عثرت عليها لماذا تقول ذلك؟ لأنني أنا أحق بها من أي أحد فمن في مثل جمالها أولى بها شاب مثلها ابحث معنا لنعيدها من يد هؤلاء المفسدين ابحث معنا سأحاول جاهدا أن أعثر عليها بأي طريقة علينا أن نضاعف مجهودنا حتى نصل إلى مبتغانة إذن علينا أن نعمل ليل نهار أيتها الآلهة أيتها الآلهة لقد اشتد خوفي على ولدي فأعيدوه إلي أعيدوه إلي وسأبذل كل جهدي في القضاء على نوح وأتباعه أعيدك أيتها الآلهة سأقضي على نوح وأتباعه وماذا لو كان ابنك من أتباعه يا قويسة؟ ظلوم عليك أن تتخلص من ولدك الذي اتبع نوحا ولدي؟ أتخلص من ولدي؟ أتخلص من ولدي الوحيد؟ كيف؟ كيف تقول ذلك يا ظلوم؟ بهذا المنطق تغلب نوح عليكم إنه لمنطق غريب وبهذا المنطق تغلب نوح عليكم لا يمكنني أن أتخلص من نوح لكن ولدي ولدي لا لقد جمعنا كمية كبيرة من الأخشاب ولكن كيف يمكن لنا أن نخبئ هذه الكمية الكبيرة؟ سنقوم بأخفائها في مكان آمن لابد لنا أن نتحرك في اتجاه القرية أخشى أن يعترضنا أحد في الطريق لا نأمن ذلك ولكن سنقوم بتدبير أمرنا نعم من الممكن أن نخرج في ظلام الليل نعم سنفعل ذلك شائك كادوا أن يقتربوا منا يا شائك لا تخف ولكن ماذا سنفعل إذا عثروا علينا؟ لا تقلق يا طغورة سوف أتعامل معهم ما هذا؟ ماذا ستفعل؟ سأدافع عني وعنكم من هذا الذي طعنني بهذا الخنجر؟ هيا بنا نجري بعيدا هيا 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 لم يأت بالأخشاب بعد اصبر يا سام لقد اقترب الوعد الحق عانى أبي كثيرا من قومه إن نصر الله قريب انظري من هناك من هؤلاء القوم؟ الحمد لله الحمد لله لقد عادوا بالأخشاب الحمد لله رب العالمين هيا لنحمل عنهم هيا سوف تبنى السفينة هيا هيا أحسنتم صنعا جازاكم الله خيرا تعبنا كثيرا وتعرضت حياتنا للخطر علينا أن نخفي هذه الأخشاب وأن نقوم ببناء السفينة ليلا نعم حتى لا يرانا أحد هل تبقى الكثير على إتمام بناء السفينة؟ سنعمل جاهدين على إتمام بنائها هيا هيا لنأخذ بعضا من الأخشاب ونذهب بها إلى السفينة ما هذه الأخشاب الكثيرة؟ بالتأكيد هي لبناء السفينة إذن هم بالقرب من هذا المكان نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان ولا ترق قلوبهم العاصية لحاديث نوح لقد اشتد البلاء على نبي الله نوح عليه السلام وما زال هؤلاء العصاط يحاربون نوحا وأتباع ألا يعلم هؤلاء أن الله متم نوره ولو كره الكافرون واقترب الوعد الحق واقتربت لحظة الحسم يا نبي الله فلا تعبأ بما يمقرون سوف نظل هنا حتى ينصرف علينا أن نستعد لمعركة أكبر عند رجوعنا إلى القرية نعم سنقوم ببناء السفينة مهما حدث لا تخافي يا هوزاء فنحن معك هوزاء سوف نعود وننتصر أجل سوف ننتصر إني ألتمس لك العذر فهو أبوك فلا تحزني لا تحزني يا هوزاء لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة يا لها من مشاعر جميلة أن يكتمل هذا البناء ونحن معا ترى ما الذي سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ضاق عذابا مع هؤلاء العصاة لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب يا مهدي ائتني بهذه الأخشاب يجب أن لا يعلم أحد من أهل القرية أننا رجعنا خصوصا أبي حتى ننتهي من البناء كاملا ولن يعرف أحد هذا هيا هيا رفعوا هذه الأخشاب هيا أنت يا سام ابن نبي الله وتعلم أن الله ناصره ماذا لو علم أبي بمكاني؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ سوف يقتلنا جميعا يا إلهي أغثنا أنت القوي ونحن الضعفاء يا رب العالمين شائك مهدي قوموا جميعا هيا هيا بنا ماذا هناك؟ أسمع حركة بالخارج فليهدأ الجميع لا أحد بالخارج لقد سمات أصوات بالخارج فخفت لا تخافي يا هوزاء هيا نامي أخيرا وجدتك يا هوزاء كنعان؟ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا صدق الله العظيم ما بين الفرج والشك أقدار لا يعلمها إلا الله يتذكر نوح عليه السلام وفي أمر السفينة قال بعض علماء السلف إن الله قد أمر نوحا عليه السلام بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام المجنون المجنون ماذا تريد مننا يا نوح؟ نحن لا نريد أن نعبد إله كهذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لا أدري ما الذي فعله أبي نوح كي يظلمه قومه كل هذا الظلم أبي يدعوهم إلى الحق والهدى والرشاد لماذا يبدو عليك الحزن هكذا يا يافث؟ من شدة الظلم الذي يقع على أبي من قومه يا كنعان أبي نوح لا يريد أن يكف عن دعوة قومنا وهم قد ملوا منه يا يافث فانصحه أن يبتعد عن هذه الأفكار الغريبة سراجي ترى ماذا يريد مننا ومن قومنا هذا الرجل الذي يدعى نوحاً يقول إن عبادة الأصنام باطلة باطلة يا له من مجرون تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون إنك حقاً كما قالت عنك زوجتك رجل مجنون هل تتخيل حقاً أنها سوف تسير في الصحراء؟ يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير ها هو نوح قد استجاب لأمر الله تعالى زرع الأشجار من أجل بناء السفينة ولا يلتفت إلى استهزاء قومه يعمل ليلاً ونهاراً مطيعاً لأمر الله حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلاً ونهاراً لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبياً من أنبياء الله كيف أدافع عن أبي نوح وهو يقول إن الآلهة ليس لها أي فائدة وإنما نفعله نحن هو شرك بالله كما يدعي يا كنعان إن كنت تريد أن تظل على الكفر فكن كما شئت ولكن حق حماية أبينا هو واجب علينا لا تقل على الكفر يا يافث بل أنتم العصات للآلهة ألا ترى أن الناس قد زادوا في تعذيبهم لأبينا والاستهزاء بدعوته ونبوته يا كنعان؟ لا أدري ما الذي يجري في عروقك يا كنعان تترك أباك في حالة من الاستهزاء والعذاب ولا يرق قلبك له عليه أن يرجع أولاً عن دعوته هذه التي أصابتنا كلنا بالعار في قومنا أي عار تقصد يا كنعان؟ والله لا أجد عاراً أكبر من تكذيب نبي الله يبدو أن الحديث معك يا كنعان لا طائل من ورائه إذن هذا فراق بيننا وبينك يا كنعان هذا فراق ماذا تفعل يا كنعان؟ وأنت ابن أول الرسل نوح عليه السلام أعني يا إلهي على هذا الرجل أعني على ما يدعو إليه أعني يا ود أعني يا إلهي أعني بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر صدق الله العظيم يا نوح حان وقت الوعد الحق وقت القضاء الإلهي يا نبي الله حان الوقت لتخرج من هذه القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن أركب معكم سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن أركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وختاماً فإن أشهر ما جاء عن نوح عليه السلام أنهم سألوه قبل موته كيف رأيت الدنيا يا نوح فقال كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر على نبينا وعليك الصلاة والسلام يا نجي الله